اكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية اكد ان الهيئة حققت خلال النصف الاول من عام 2024 سلسلة من المنجزات على صعيد التحول الرقمي واستثمار التقنية الناشئة وتعزيز سياسات حوكمة تقنية المعلومات وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية كما اضح القائد ان مسيرة التحول الرقمي في المملكة شهدت مجموعة من مؤشرات الاداء الايجابية ومنها خلال النصف الاول من العام 2024 اذ بلغ اجمالي عدد الخدمات الالكترونية عبر جميع القنوات الرقمية اكثر من 700 خدمة الالكترونية وبلغت نسبة التحول الرقمي للخدمة الحكومية والانظمة الوطنية 89% ما ساهم في خفض التكلفة بنسبة 75% وتوفير الوقت لانجاز المعاملات بنسبة 68% اما عن عدد المعاملات الالكترونية المنجزة عبر بواب الوطنية وتطبيقات الاجهزة الذكية والقنوات الالكترونية الاخرى فقد بلغت 4 ملايين معاملة واشار انه بلغت معاملات تطبيقات الهواتف الذكية المتاحة عبر متجر الحكومة الالكترونية اكثر من 691 الف معاملة بزيادة قدرها 20% كما تم انجاز 35 خدمة الالكترونية جديدة عبر البواب الوطنية وقنوات الحكومة الالكترونية واطلاق 12 نظاما وطنيا وتطوير النظام الوطني للمراسلات وتحديث 124 خدمة وبين القائد بانه تم ايضا الانتهاء من تنفيذ مشروع النسخ الاحتياطي لبيانات 44 جهة حكومية ضمن خدمات الحوسبة السحابية لمايكروسوفت 365